السلام عليكم أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ألوم كمليين الخارجية الأمريكية عاملة بيان بتتكلم فيها عن حوول إنسان في مصر وبتتكلم فيها عن إزاي ما فيش عقاب أو سواب وإزاي إن أي حد بيخطئ أو يجرم في صالح المواطنين أو في حق المواطنين لصالح النظام محدش بيتعرض وقالت الخارجية الأمريكية كلام كتير جدا مثلا عن الانتخابات اللي حصلت قبل كده وإزاي إن كل واحد طمح إلى الدخول إلى الانتخابات الرئاسية تم الفتك بيه ما قالوا كده إما هدد وإما سجن وإما وضع تحت الإقامة الجبرية وإما تم إخراسه بطريقة ما ده اللي قالوا الأمريكان اللي قالوا الأمريكان كلام كتير جدا عن ملف حول إنسان في مصر كلام مفهوش كلمة واحدة تقف بجانب هذا النظام كله كلام إدانة كلها إدانات للنظام الحاكم بتقول أنه لا يوجد حقوق للشعب المصري ولا ديمقراطية والمتحكم والصوت الأعلى هو صوت ديكتاتوري ليس إلا بيقول البيان أن مصر ما فيهاش جهات شعبية فاعلة ولا مؤسسات للمجتمع المدني ولا أحزاب حقيقية قدرة على المنافسة ولا حد يقدر أصلا ينافس بيقولوا أنه ما فيهاش حرية للإعلام مش أنا اللي بقول الأمريكان اللي بيقولوا سكتوهم أو قولولهم أنتوا غلطانين تقدروا تطلعوا بيان من الهيئة هيئة الاستعلامات علشان تقولهم أنه هم غلطانين بتقول أمريكا أنه ما فيهاش حرية للإعلام وما فيهاش ديمقراطية وما فيهاش حقوق إنسان وفيه ناس في السجون بدون سبب وفيه قتل خارج القانون وفيه إخفاء قصري وفيه أتل في الشوارع وفيه اغتصاب لكل أفكار أي حد بيحاول يعارض النظام الموجود ده كلام الأمريكان هتلنا كده يا معز تبسيط الكلام هم قالوا كلام كتير جدا عن الحاصل في مصر في بيان طويل ومفصل هناخد منه بعض المختطفات مش علشان هي عجبانة أو علشان هي مش عجبانة علشان الموضوع كبير جدا فحاولنا نلخص بعض المحاول تقرير الخارجية الأمريكية حول ملف حول إنسان في مصر اتكلموا عن الديمقراطية قالوا إيه الأمريكان في تقريرهم قالوا وفقا لدستور مصر فإن الجمهورية يحكمها أو يعني يفترض يعني يحكمها رئيس ممتخب ومجلس تشريعي من مجلسين اللي هو الشيوخ والنواب في 2018 أجريت الانتخابات الرئاسية وانسحب المنافسون لصالح عبدالفتاح السيسي قبل الانتخابات ليه يا طرى تزرعوا بقرارات شخصية وضغوط سياسية قالوا والله جمعتنا إحنا كنا غلطانين تقريبا أو في ضغوط سياسية تمت ممرستها علينا زي قنصوة وزي سامي عنان وغيرهم وإحمد شفيق طبعا وقالوا كمان إن في بعض المشاكل القانونية وأكيد كان فيه منافسة غير عادلة وفي بعض الحالات تم القبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشح زي سامي عنان كده وأحمد قنصو وفي وقت سابق أعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها كانوا الآنين من إن القيود الحكومية على الجمعيات والتجمع أو حرية التجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية يعني هما شايفين إن العملية السياسية دي كانت متاحة بس إيه اللي حينزلوا ياخدوا الكارتونة والمئتين جنيه والواجبة ويرقصوا قدام اللجنة غير كده حيبقى الموضوع صعب إنك تنزل تشارك في عملية سياسية حقيقية في مصر ده كلام مين يا محمد؟ لا سمعني كلام مين؟ الأمريكان ده كلام الأمريكان طيب بعد كده اتكلموا هم تكلموا دوقتي عن الديمقراطية اتكلموا عن الجيش والدخلية الأمريكان اتكلموا عن الجيش والدخلية فقالوا إيه؟ قالوا المفروض وزارة الدخلية تشرف على تطبيق القانون والأمن الداخلي بما في ذلك شرطة قطاع الأمن العام وقوة الأمن المركزي وقطاع الأمن القومي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية وهي المسؤولة عن السيطرة على الحشود وغير هذا قالت أن القوات المسلحة مسؤولة عن الدفاع الخارجي لكن لديها أيضا تفويض لمساعدة الشرطة في حماية البنية التحتية الحيوية أثناء حالات الطوارئ اللي هي بالمناسبة شغلة دلوقتي عشان إحنا في قانون طوارئ زي ما أنتم عارفين ومنح الأفراد العسكريون سلطة اعتقال كاملة في 2011 لكنهم عادة ما يستخدمون هذه السلطة فقط يعني أثناء حالات الطوارئ وفترات الإضطراب الكبيرة لو نازلت الشارع اعترضت مظاهرة بتاعها أو حاجة زي كده ومع كل هذه الصلاحيات الأمريكان بيقولوا إيه ارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة ضد المدنيين المصريين انتهاكات عديدة واتكلموا بقى عن القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسوفي والإخفاء القصري والتعزيم كلموا عن حاجات كتيرة طيب ده بالنسبة للجيش والداخلين نروح على نوعية الانتهاكات اللي بيتعرض لها المدنيين الناس المدنيين العاديين في مصر في التقرير الأمريكاني بيقولوا انهم بيتعرضوا لانتهاكات زي ايه شملت القضايا الهامة في مجال حول إنسان الأكل غير القانوني أو التعسوفي الإخفاء القصري التعزيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاصية واللا إنسانية أو المهينة من قبل الحكومة قالوا كمان واتكلموا عن ظروف السجن القاصية والمهددة للحياة وتكلموا عن الانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد ذا حالاتنا كده وقالوا وتكلموا عن التدخل التعسوفي أو الغير قانوني في الخصوصية وقف يلا انت تعال هنا يلا هات تليفونك يلا افتح الواتساب بتاعك يلا الكلام اللي بتشوفوه في الشوارع ده قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك الاعتقال أو المقاضة إذا بتكتب على الفيسبوك انت بتكتب على الفيسبوك يلا تعال يلا لازم يلا دي ما تفهمش بيحبوا يلا قوي طبعا الصحفيين يعني بتعتقل وبتقاضي الصحفيين وعمل رقابة وحجب على المواقع ووجود قوانين تشهير جنائية لم يتم تطبيقها التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحريات تكوين الجمعيات ايه ده هايزين تعترضوا تعملوا تظاهرات كسئتم قيود على المشاركة السياسية لا 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 كده بتكلموا في السياسة يا جماعة عيب الكلام ده العنف الذي يستهدف المثليين ومزدوج المال الجنسي ومغير الهواية الجنسية وحميلي صفات الجنسين استخدام القانون للقبض على هؤلاء الاشخاص ومقادتهم بشكل تعسفي وعمل الاطفال القصري او الاجباري بما في ذلك اسوأ اشكال دي بعض الامور اللي تحدث عنها الامريكان في تقرير بيتكلم عن هو الانسان في مصر طيب الحكومة بقى تعالوا نشوفوا قالوا ايه عن الحكومة في التقرير خارجي الامريكي قالت عقبت الحكومة او حكمت بغير بشكل غير متصق المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الاجهزة الامنية او في اي مكان اخر في الحكومة ولكنها لم تحقق بشكل كامل في انتهاكات حول انسان بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الامن مما ساهم في خلق بيئة من الامفلات من الافلات من العقاب قالك يعني هما حسبوا بعض المسؤولين صحيح ولكن الموضوع مش بجد قالوا عن الافلات من العقاب يعني ايه الافلات من العقاب هما كمان وضحوا قالوا في التمانية فبراير نظرت محكمة الجنايات في قضية زابط شرطة وتسعة اخرين بتهمة التعذيب حتى الموت لمجد مكين اللي تم تعذيبه وقتله داخل اسم شرطة في القاهرة سنة 2016 احيلت القضية لاول مرة الى المحكمة في اكتوبر 19 لكنها كانت معلقة منذ 10 مارس بسبب اغلاق المحاكم علشان الكورونا ولما اكتملت المحكمة حكم على زابط الشرطة وتمانية من زباط الصف بالسجن ثلاث سنين حياة الراجل وده طبعا جايبينه كمثال يعني ايه الافلات من العقاب لو عايز اسأل امريكان اصدقوا ايه بالافلات من العقاب هيقول لك كده مثال مكدي مكين اللي بعد كم سنة يعني الراجل راح دم وهضر كده زي ما بيقول وقالوا كمان في 10 فبراير تلقى 6 من زباط الشرطة عفوا رئاسيا بعد الحكم عليهم في 19 في 2019 الحكم كان ايه بالسجن ما بين سنة وثمان سنين على خلفية وفاة احمد زلط في 2018 بسبب اعتداء جسدي اثناء احتجازه في مركز شرطة حدايا الابة شرق القرارة اسم حدايا الابة في 24 سبتمبر ايادت محكمة النقد حكم بالسجن عشر سنين ضد زباط الشرطة او زباط الشرطة لانه قتل مواطن تمام قتل مواطن لما وقفه في نقطة التفتيش في محافظة المياه سنة 2013 والزابط ده جماعة طلع بعفو رئاسي فهو ده الافلات من العقاب اما بتبقى احكام هزلية ضعيفة واما بتكون قدام حكم او عفو رئاسي بيطلع المجرمين من السجون ليه لان في صلاحية عندنا كده اسمها العفو الرئاسي اللي من صلاحية شخص يطلع بيها اي حد واشايف عموما نعلم